بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه ثم أما بعد أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا أما السؤال الأول يقول السائل هل يدخل الصيام مع أعمال العبد ويقتص منه لحقوق العباد بسم الله الرحمن الرحيم هل يدخل الصيام مع الأعمال أعمال العبد ويوخذ منه للمظلومين يوم القيامة لأنه جاء في الحديث أن من مات وعليه مظالم للناس فإنه يقتص للمظلومين من حسناته ومن أعماله فإن فنيت حسناته وأعماله وبقي عليه مظالم فإنه يوخذ من سيئات المظلومين فتطرح عليه يطرح في النار فالقصاص يوم القيامة للمظلومين يكون من الأعمال الصالحة ومن الحسنات فهذا الصيام يدخل بهذا ويأخذه المظلومون يوم القيامة لا الصيام لا يدخل بهذا قال الله جل وعلا في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به الصيام يدخره الله للصايم ولا يأخذ منه المظلومون بل يبقى للصايم يدخره الله له ويجازيه به جزاء لا يعلمه إلا الله الصوم لي وأنا أجزي به